بالتالي خليني أتكلم حضراتكم في بعض الأخبار اللي بتهم جمهور النادي الأهلي وآخر أخبار الفريق الأول لقرة القدم وبما أننا ابتدينا محمد مجدي أفشى فبنقوله كمان هو والسلية ورامي ربيع ألف مليون سلامة عليهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا ونتيجة المسحة الطبية الأخيرة أظهرت إصابتهم بالتالي تخلفوا عن الصفر مع البعثة للنيجر البعثة كانت حركة النهاردة العصر لكن إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل عايزة تمنى حضراتكم إن حالتهم جيدة ما فيش أي أعراض ظهر عليهم لكن هي المسحة طلعت إنهم عندهم كورونا طيب إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية وكتير بيسأل بخصوص مباراة الزمالك وإمكانية لحق اللاعبين لهذه المباراة أفشى والسلية ورامي بكرة تحديداً هيكون عندهم مسحة تانية دي أول مسحة وحيكون في مسحة كمان يوم الخميس وحيكون في مسحة تالتة يوم السبت خلال المسحة دي نتطمن عليهم بإذن الله أي مسحة فيهم يكون النتيجة بتاعتها سلبية عشان بالتالي يكونوا متحين بالنسبة للجاز الفني في المباراة الزمالك اللي هتكون يوم الاتنين اللي جاي مش بكرة طبعاً اللي بعد فبالتالي نتمنى لهم إن شاء الله شفاء العاجل طبعاً بيضاف لهم مستر بيتسو ميسماني اللي هو كان عنده كورونا عصلاً من أكثر من يوم فاته فبالتالي أيضاً مش متواجد مع البعثة في رحلة النيجر نتمنى لهم الشفاء العاجل بالتالي أيضاً تم الاستقرار على ضم كل من سعد سمير وطهر محمد طهر ومحمد الشكري لقائمة الفريق المسافرة النهاردة للنيجر وده تعويض للغياب الخاص بأفشا والسلية ورامي ربيعة طبعاً سلاسي مهم جداً سواء سعد أو طهر أو شكري إن شاء الله يكونوا إضافة الفرقة في حالة الاستقرار على الدفع بهم في أحداث المباراة أي أن كانت فإن شاء الله نتمنى لكل التوفيق كمان أستاذ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض للإصابة بفيروس كورونا هو كان من المفترض يكون رئيس بعثة الأهلي في رحلته للنيجر لكن النهاردة النتيجة تلعت الصبح إنه عنده فيروس كورونا نتمنى له الشفاء العاجل بالتالي تم تكليف الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بمهام رئيسة بعثة الفريق وإن شاء الله بإذن الله تمنى الشفاء العاجل لأستاذ محمد الدماطي وإن شاء الله البعثة تروح وترجع بألف سلامة بانتصار يكون غالي ويكون من الجادم المعنوي هام جداً قبل مباراة الزمالك يوم 8 وإذن الله تعالى بالتالي أيضاً خليني أقول لحضراتكم قايمة الفريق اللي سفرت النهاردة هما دلوقتي في طريقهم وتحديداً طيارة حركت في تمام الساعة سالسة عصراً في رحلة هتستغرق حوالي خمس ساعات وربع بالزبط محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير في حراسة المرمى أحمد رمضان بيكم ومحمود وحيد ياسر إبراهيم كهرباء وحمدي فاتحي محمد شريف وآيمن أشرف بدر بنون أليو ديانج وصلاح محسن علي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق جيرالد ومحمد هاني طاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير دي قائمة النادي الأهلي المسافرة في هذا التوقيت للنيجر واللي بكل تأكيد نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الرحلة الهمة وتكون البداية والانطلاقة قوية ومناسبة نحو السعي للفوز باللقب رقم عشر في تاريخ النادي الأهلي في بطولات دوري أطال أفريقيا لقطات اللي حردتكم شايفينها قدامكم دي لقطات من المطار وتواجد بعثة النادي الأهلي قبل التحرك مباشرة على مثل طائرة خاصة في اتجاههم لنيجر عشان يواجهوا فريق سنوديب المالي أو عفوا سنوديب البطل النيجر إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يرجعون لنا بانتصار يكون غالي ويكون بيدي أريحية نسبية قبل مباراة القيابة اللي حتكون في مصر بإذن الله تعالى عندي بقى بعض التفاصيل اللي بتتعلق ببعض الإصابات وموعيد عودة هؤلاء اللاعبين تفاصيل مهمة جدا وتطورات كمان بخصوص الزابط جونيور أجاي كل دا حيكون بعد الفصل استنوا